صباح الخير عزائنا التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من درس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي تناولنا في الدرس السابق lesson 7 من اليون التواني من الوحدة الأولى the letter E الحرف E وأخذنا أمثلة عن كلمات توجد فيها الحرف E مثلا egg, bella, elephant, feel بعد ذلك تناولنا الconversation المحادثة ما بين روبي, روزي, أحمد, أدنيدا وعرفنا شون إذا تريد تعبر عن نفسك تكون في هذه الطريقة hello, I'm Ruby, hello, I'm Ruby, I'm Rosie, I'm Ahmed, I'm Neda وهكذا فالطريقة اللي تستخدمها حتى تعبر عن نفسك يعني تعرف عن نفسك تعبر عن نفسك لشنو تعرف عن نفسك أنت منو hello, I'm Ruby, hello, I'm Ahmed, hello, I'm Neda, hello, I'm Rosie, hello, I'm Ali, hello, I'm Nour and so on وهكذا بعد ذلك عرفنا طريقة كتابة the letter E الحرف E عرفنا شون طريقة كتابة capital letter and small letter so today we have a new lesson lesson 8 أيضا من الوحدة الأولى ما زلنا في الوحدة الأولى lesson 8 unit 1 the letter F الحرف F the letter F طريقة كتابة letter F الحرف F موضحة في أسفل الصورة 1-2 وبعد ذلك خط نحو اليمين بهذه الطريقة احنا درسناها بالصف الشون تنكتب بهذه الحالة لازلنا نعرف الشون نكتب الحرف F أيضا مثل ما تعودنا كلما ناخذ حرف ناخذ ويا أمثلة كلمات مثلا F flower F flower 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 كلمة تحتوي على حرف الأف تبدأ بحرف الأف flower يعني زهرة flower يعني زهرة F flower F flower F flower زهرة F flower زهرة the next word الكلمة اللي بعتها fish الكلمة اللي بعتها fish اللي هي سمكة F fish سمكة F fish سمكة F flower F flower flower زهرة F flower زهرة F flower زهرة fish fish F fish سمكة F fish سمكة سمكة اذا نزل جوال الconversation اللي موجودة عندنا بهذه اليونية هي بعنوان who is this who is this كعبارة اذا احنا ما نعرف شخص وريد نسأل عن هذا الشخص وريد نسأل عن هذا الشخص وريد نعرف من هو هذا الشخص من هذا فشنا نسأل who is this من هذا سمكة فهنا آوي كان عن الولد اللبس تشارت اصفر عن الولد اللبس تشارت correspond فهو تسأل من هؤلاء من هذا الولد من هذه الفتاة من هذا فهنان أحمد جاوبه هاني هاني إيمان جاوبته ندا جاوبته إيمان إيمان هون هذا هاني يعني هاني هون هذا إيمان يعني إيمان فمثلا إذا أنا ما أعرف شخص شخص غريب علي وشفته وأريد أعرف منه هذا أسأل شخص ثاني يعرفه أقول لي هون هذا من هذا وإحنا طبقناها بالصفة على زملائكم إذا أنتم متعرفوهم شو نسئلون عنهم وهكذا أسفل الصورة عندنا كيفية كتابة تحرف ود أف كما وضحناها لكم اليونت الوين نفس اليونت بعدنا يونت وين لسن ناين لسن ناين عندنا دكالرز الألوان الدرس السابق أخذنا لألوان عدة ألوان أخذنا اللون يلو أصفر بلو أزرق رد أحمر وايت أبيض غرين أخضر اليوم عدنا حرفين جديدات أقصد لعفو لونين جديدات رح نأخذهم هاللونين هما مرحباً أخذنا هلونين هما هناك هلونين هما هلونين هما فهرنا مرحباً حصراً